أديني بطفولكم سعادة لأن أسمى فارس مرة مبتسم يا أخي ها الرجل ذا أنا أحمد الله و أشكر أنه صار معي بالشقة يا باعل تشوف كتبه و تشوف معلومات رجل ثري ثري بالأخلاق ثري بالمبادئ الله يرزكم لكن هذه أنت صنع صنع أب وأم كل صراحة أقولها لك مدح الرجال في وجه مسبه لكن هذا كلام حق أنت صنع تربية أب وأم صالحي الله يسأل و هذا نموذج على التربية الحسنة و أشهد بالله أن وراكم موضع و رب البي الله أعلم و الله أعلم فيكم ملايين و الله أعلم الله أعلم أنت كلفت في هذا الشيء تمام؟ بس أنك حرفت الله يسأل والله يا أزود على محمد إنها دعاعتني ثاني من فلنها شرعة تزفية على مالله الله يطلع مدحناك حنا و أنت استهل المدح أعطنا قصة أعطنا قصة أعطنا قصة أباية لكي تبشر في عمار بن الخطاب رضي الله عنه في خالد بن وليد خالد بن بشر أبيهم قصص الصحابة اللي بهم طناخة قصص فيها الرسول كده أبغى تشجع للدنيا فيه انتصار فيها تبغى تشجع للدنيا بس عندنا قصة جاهلة أسلم أسلم حي دلعين تجوني يا شباب ما يحتاج دقيقة خفات ما حي دلعين استرح أخفات ما ترى ما يحتاج لك تخفى أنت رواضح يا رجال المفروض فيه لمبة فيه لمبة فوق رأسي للطيالات واش الله وابح لك من متأمن فيه خذ راحتك أنا اليوم أنا اليوم رهني شارتك شف صلح لي تابي يا أخو فاطمة هذا سلة سيف طلع عمرك وخشو من أنا ووصيل طلع عمرك وليهون الشباب يا الله يأزك سلة السيف اي اي خج أسلم أول العصد اليوم أنا أبو نايف نحاول والله هالعصد يبقى نثبتها عود ننزلنا وقبنا نلعب آه ذكر أسلام يا شباب على مسألة الهمة والحماس للشي الجميل أحيانا الشخص يكون فيه في أصعب وأسوأ مراحل ممكن يمر فيها بس تحصل عنده ضموح لشي تقول وين هو وين ذا أنت وين وذا الشي وين بهمة الرجال طرعا لك تشيل الجبال بيظه الله وجهك مطلق و سديد فالقصة يا أبو نايف هنا الشباب أسلام القصة في ذا المجال يقولون أنه قبل أياما أيام الدور العباسية في مصر أيام الدور الخشيدية كان في عبد اسمه كافور عبد الله مثقوب الشفى هذه السفلة من هنا وإذنه هذه مقطوع عند النخاسين تعلم حاراتهم مثقوب ولا شرم مثقوب الشفى مثقوب بيت الشعب مثقوب لا أعرف هذه المقصود الشرم المقصود دو الثقب توقعونك زيما قلت كذا وهذه هنا إذنه مقطوع أو حالته فشرة عشان ينعرف أي نعم والعبد هذا من تاجر لتاجر يشترونه وذي أي المهم مبارد المرات يشتريه تاجر زيت يشتريه تاجر زيت من مصر وهو يجيبه من مصر ويدخل هو ومعاه عبد ثاني هو يجابه وسوى فلما مره في السوق مره بمحل الرجال رأي مطعم عنده محل شواء زيما تقول يشوي قال العبد الثاني تمنيت أني عبد اسمع عنده تاجر زيت عنده حق شواء عشان أكل من الشواء من اللحم مثل ما بغيت شفه لومني قال كافور هذا العبد اسمه كافور قال أنا أما أنا أتمنى أملك مصر أينك أنت الحين جاي من التف أنا وإياك معا أنت مملوك عند واحد رأي زيت هذا ربنا مملوك ويتمنى يصير ملك هذا رأي بعض الطموح غلط ليسوا عندك طموح الله يحرمنا منه هذا هو الله يحرمنا منه أنت يعني خويه يقول له أنا حمد حمد أنا تحتشاء خويه ويسلام منعك منعك فخويه يقول له أنا أتمنى لحم وشواء وأنت بملك مصر خلنا نتكلم بالعقل المهم وهو بقي عند رأي زيت هذا وهو يكد فيه ودي زيت ويجي بزيت ويجي لرجال حالته بشرق ويجي عند ويشتري يشتري العبد هذا والراق أو كاتب الكتاب مصر رجل يكتب عالم ويكتب يحب الكتاب ويشتري سلام المهم وشتراه والكاتب هذا كان صاحب حظ أو منصب عند الحاكم وقتها في مصر فلما جاء الكاتب هذا عنده علم علم كافور تعلم بدى كافور يقرأ عند الكاتب هذا في الكتب ويتعلم القراءة ويتعلم أشياء عنده هو عبد مملوك يقول له ودي هذا ويجيب ذي المهم يوم اللي يام كتب كتاب هذا الكاتب للحاكم قل له اسمع أبوك تأخذ هذا الكتاب وتروح فوالحاكم كان محمود بن طوج هو كان حاكم لمصر خذ الكتاب هذا وروح بوه للسلطة راح الرجال عند القصر الكاتب ذا وشوضعه قصر الإمار أشفي الكاتب واصل واصل عند السلطة بس واصل مرسل له واحد شفتم خرومة وإذنه والله لوني حاكم لرق عمد الرأس مرسلم بس أنه عنده نباهة عنده نباهة يعني قرأه وشاف أنه ذكي والله ما يدخل المهم هو يروح ويسلم الرسالة ويوم جاء طبعا وقال كلام جميل عند السلطان السلطان انبسط منه لاحظ أنه فيه ذكاء عنده فيه نباهة المهم ويرسل للكاتب وصار الكاتب يحيان يجي ويجيب العبد هذا معه قال له السلطان أبوك عطيني هذا العبد السلطان طلب العبد من الكاتب اللي هو كافور قال له الكاتب خذوا هدي أعطى السلطان هدي فلما خدوا السلطان زاد علمه وبدأ يتعلم التعليم يزمي تقول أميرية والآداب في القفص عند السلطان وآداب الدخول والخروج وآداب التعامل وزي كذا والسلوك الأمير نعم والسلوك الأمير قال له السلطان عندي اثنين من الأبناء أنا وجور وابن ثاني ستسموه الله أبوك تعلمهم التعليم الأميرية يعني يعلمهم تقاليد كونهم أبناء سلطان يعرفون قيمتها ويتعاملون بهذا الأدب صار يعلمهم هذه التعاليم ويربيهم وراح أرسل السلطان في جيش للشام ومور زي كذا بعدين أدرك السلطان عن وفاة المسؤول لما جاء كان ابناءه صغار لست فكتب كتاب يقول أنه هذا كافور يصير وصع على أبنائي إذا أنا مت أبنائهم السلاطين ابني أنا وجور السلطان لكن كافور وصع عليه تشوف بدأ الآن من عبد بدأ يصير مرحة وصائة يعني هو بدأ يتحكم معه في السلطة حق شابوا برطة ممم جاك شابتك ألف محروم ألمم ومات السلطان حق كاركتر ومات السلطان وصار أنه وجور هذا مكان ولده وهو صار الوسي تحكم في كل شي جالس شوية شوية نحطه في الزاوية وصار يصرف له كل سنة 400 ألف دينات لأي مبلغ للابن هذا كل منها وشرب وسوي لتبيوتمتع لكن أمور السلطة هذه خليها بعيدة على الجب عندي أنت السلطان بالاسم بس وصار هو يأمر وينهى ويشيل ويحط ويصرف ويحكم بكل شي فحس بقتها الناس مستحقرينه أنه كونه عبد وعبد حتى ما ينجب فصار شعر الناس مستحقرينه فيس هو كان العلام وقتها عندهم الشعر زير حين قال لازم أجيب لي شاعر يلمع صورتي عند الناس المهم حمد المهم أنا تحت شاعر ألمني بعد قبل ويرسل ويرسل لشاعر العصر وقتها توقع من المتنبي الله أحفر قالوا تعال اسمه أنت في الشام تعال أني مصر أنا المتنبي هو عند شاعر يبغى ولاية يبغى يولوله على ديره عند سلطان وهذا كافور يبي حاكم وهذا كافور والمتنبي بولاية قل بتعال تبقي ولاية تعال عندي ألمني ويجي من اللي قال الله هو كافور استبدع المتنبي المتنبي كان عن سيف الدول الحمداني معروف في الشام وصل لهذا المتنبي قال له اسمع تعال عندي أبو خرم مفجور لكن وإذن المقطعة لكن أبغاك تخلي صورتي تلمعني عند الناس ما كني عبد قال له هبشر الممو يجي لا 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 تطوف على المتنبي الممو الكافور هاي يسمونه كان أبو المسك تمام ويوم جاء قال له هوا وقت ندحني في قصية كتب قصية طويلة ما يسعى المقام لكن قال له أن الأبيات يقول أبا كل طيب لا أبا المسكي وحده وكل سحاب لا أخص الغوادية كل سحاب يدل بمعنى واحد كل فاخري وقد جمع الرحمن فيك المعانية إذا كسب الناس المعالية بالندى فإنك تعطي في نداك المعالية وغير كثير أن يزورك راجل على رجليه فيرجع ملكا للعراقين والي وطبعا يلمح نفسه ولاية أنا أجيك راجل لمشع رجولي وارجع ملك العراقين فلما مدحوا وصار الناس يشهلون بل بيعتوا يحطون استمر الوقت تلاحظ المتنبي أنه كافر ما عطاه شيء طي فلوس بيت مال بسم الله ما فيه جاي يصرف ويمين ويصار يوم حسن الموضوع طال عليه وهو يسبه وقال فيها بيات طبعا ما أذكر بعضها لكن بعضها بيات ما تنقال حتى هنا قال أنه يعني بيات سيئة أحيانا فيه شوي وصف وصف زيئ وأنه أنت عبد وأنك أنت أصلا ما تنجب وقال قال بيات كثيرة فيه لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأن جأس من أكيده قال هذا البيات كانت البيات قوية جدا فيه صارت مثل يقول من علم الأسود المكرومة لا أقول البيات خلاص البيات جدا مشفرة بعد أن تشوفونها ممكن أنتم فمسح سمعت كافور وراح متنبي وبعدين قيل أن كافور حتى هو اللي أسر في طلبه وقتله لكن كافور بقي حتى مات وهو سلطان لمصر له هيبته له كلمته فلزبت الموضوع أنه شوف من حلم من عبد يلين وصل لسلطة مصر شوف الطموح وأفصل هو جاب طموح عشان عملي بكرة فلزبت شين اسمه طموحك طموحك لا خلاص طيب ما نعرف اللحان من عرف اللحان ونعرف العبارة ولا شيء فلزبت القصة يعني طموح فيض الله واجهك عطنا قصة ثانية اليوم حنا مدحناك وانت والله كل ما دحناه في محله لكن طلبين كالنسا بات قلبي والله يا أبو نايف عطنا عطنا وحده يلا الله يمس في وقت أبي شفت في قصة حق خالد بن وليد يوم من أتاه الموت يوم من يقوم من دراشة عطنا قصة هذه عطناها خلنا نتحمس أكثر قصة لكن في القصة كده قيس من الملوح قيس من الملوح فيصل عبد قيس من الملوح مجنون ليلة مجنون ليلة إيه أنت مجنون من أبي أبي أشوش عالي الصباح تكفى أبا شوش هي ها والله إن شغال والله شغال شغال شغر شغال ولا خدامه فرعني أبعضِك أب Wei اطلب ماكف بدر نحن ما قلنا لكم لا تشغلون خارجي لأي خلاص يا خيز بلال رضي الله عنه جوك 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 سأغفر الله تعطني أشياء عن خالد بن وليك مجاعته أبعد ذلك تموقف في الشجاع أستقفى يا أبو أخو فاطمة أنا اليوم رضي عنك أخو فاطمة طلبناك بلال تبشر عندك بلال بن رباح كان عبد في مكة ليوميا بن خلف تحمس وميا كان لما أسلم كان يطلعوا لبطحة مكة أو جبال مكة ويخليه يسدحوا على الصخور على حراتها بتاعف القصة وحط الصخرة حراتها على صدره أما أشد الناس اللي تعذبوا في الإسلام بلال بلال بن رباح رضي الله وعمار نفسه كلام قتل أبو و أمه حتى نفسه بقت فصال يعذب بلال وبلال ما يقول ليش أحد أحد وميا بن خلف تخيل بعض عمار بن ياسر رضي الله عنها عذبوه وقتل أمه و ألجأوه في النهاية أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن بالإيمان حتى أنه لما سب راح يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم وسقط عنده وقال يا رسول الله قدت فيك يعني قوله غير جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان قال أذهب وإن عادوا فأعد إن أجبروك مرتين تسبني تسبني عام شيء قلبك يتمضمئن بالإله لكن بلاب الرباح رضي الله عنه رغم أنه كان عنده الرخصة هذه ما خضع لها ولا رضي تخير يعني كل الكفار والمشركين وتعذيب وجلد بالصياط والصخور والدم والحالة مزرية ومو راضي الدولة ميب الخلف كان يأتي عنده يقول له قل قل ولاتي والعزة قل أي شيء قل كلمة فقط تشفى علي عند قريش أهل قريش فاقفين وراء كفار قريش فاقفين وراء يقول لا تفضح لي قدم العرباء يقول كلمة يقولون لا الله يبالجنة يقولون يقولون عبده ما قدر فيه المهم يقولون يعني يقولون والله قد أنصفتك قل كلمة كلمة بس وأنا أترك أعتك بس أقول أني أخذت لي أبغى منك هيا خلاص اتفقنا ولا وقف قال بلاب الرباح أحد ألأحد خربت خربت عزة والله نعزر به سبحان الله ويوم سوا فيك إذا هو ويوم تعزير خيص صار يترجى بلاب صار يترجى بلاب رضي الله عنه أنه يقول بس كلمة فلما زاد عليها الحال جاء بكر رضي الله عنه وقال له بكم تبيعه قال قال بأربعين أوقية ذهب قال له أبو بكر وقال له بكر خذها وهتي فلما رأح صار يقول أبو بكر يقول لو أبيت إلا بأوقية لأطيتك خلاص خلاص بس وقني منه وقال بعته أول ما باعه وقال بعته خلاص خرج من ذمتي ما عده عندي دينا منه كان بايف تكبس من موضوع فلما بلا رضي الله عنه يشتراه اعتقوا أبو بكر وهاجر للمدينة وجاءت معركة بدر وبيبن خلف كان يعرف تماما أنه بلا رضي الله عنه بينتقم منه فما أراد أن يخرج المعركة وبقي في مكة ولما جاء أبو جهل طيعت أبو جهل ما يجي منه خير وشافه جالس عند الكعبة وما بيروح جاء بالعبيد قال له عبد جيب البخور قال هم يجيب البخور يقول له ها تجمر تجمر كالنساء يا أبا علي أنك أنت قاعد هنا من أنت رايح مكان الله يعزك محشوم والله يعزك الله معشوم بس أدكو أقصد المشهد أصيل 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 الله يعزك يا صي لا والله محشوم بس نقصد الله مشهد والله آسف الله يا صي والله ما عليك المهم تنرفز زهوم المشهد قام قال أنا تقول لي كذا فخرج وراح لزوجته وجهز أمور ويصار يقول زوجته يقول لها قتل لي ابن اللعينة يعني أبو جهل إن الخارج مهيد مهيد خلاص صباح الله بك خير يا شباب كيف حاركم طيبين لا أنا ما بكتع أنا بمشي أصر بس إحنا أخوياكم في الليوكيشن الثاني أيوه وجعانين مرة والله بس خالب يختم طالبين من الرجال بس أبغاه أعطيني موعد و بمشي أنا بمشي أبد عشرة دقائقة بس مبشر قتلني ابن الملعونة لا أنت شباب ابن اللعينة حياك الله وخرج في المعركة والمرة الجاية يجيب معارض معك يا أخو فاطم اضطربناك خريك أمراه نزين أنا مترمسانس على قصة كثير منك فإسكت خرج يا بنايف ويموصل للمعركة شفتك يموصل للمعركة وشاف الطحن والمطاح والجماعة راح وعثب بن ربيعة وكبار قريش شاب بن ربيعة قتلوا في مبارساته الأولى وابو جهل يبغى من ينقض وراح فيها شاف أنه لم ير بعده في صالحه رمز سيف ورم كل شيء قال من يأخذوني أسيرا أسير لأن أسير من يقتل قال خذوني أسير بس مسلموني وراح أسير وبعدين بفدي نفسي بالمال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي يضع عنك مع المسلمين لكن كان بينهم بين أميه بن خلف زي ما تقول أيما الجاهلية خوة وتجارة فأراد أنه يأخذوا أسير فجاء وقفل عليه نسكو شافوا بلال بن رباح قال رأس الكفر أميه بن خلف لا نجوت إن نجأ إن نجأ لا نجوت ما ينجل يوم ويجي بلال رضي أنه يجر السيف على عرض معه لين ما وصل له وصال الرحمن عوف يبغي يحميه من بلال أنه بلال مسلم مثله بس يبغي يحميه من بلال لكن بلال رضي الله عنه دعا المسلمين عليه وقتله فقتل وقته في ذلك الموقع كان يستحق ما صعبه من كبار الكفار فقتل وقتها وشف أبو جاهل جر لأن ما قتل في النهاية وابو جاهل نفس الكلام والله لا أقول لها أنت العجز ايش اسمها عجز النساء السبك جاء بالبخور قال يلا راح سرطع وراح سرطع السبك واخر شيء على النبي صير يسير وقص راسه رضي الله عنه ورضاه قتلوا في المعاكة فعلا يا أخي من عهد الجاهلية والعهد ذا فيه سبك كثير مره وطوف هطف سرطع بك كلمتين يا السبك كان النساء خلك يدخل عند مرض كفتك المشكلة المشكلة تدري أبو جاهل نفسه عن مصيبة هذا دال ما راح لاهو خرج تتعلم شمسوي أبو يمصار في موسط الطريق ومراحيل لبدر جاهم رسول نبي يسوفيان تعرف أنك قصة القافلة فجاهم رسولنا القافلة نجت ارجعوا فقاله عثمان ربيع وكان أعقلهم شجاع لك أنه كان عاقل قال لهم القافلة نجت ونخرج الآن نقاتل قومنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعاقه ورشيين نقاتل بعض نرجع وخلاص قال أبو جاهل والله لا نرجع حتى نريد بدرا نجي بدرا فنقيم بها ثلاثا فنذبح الجزور وتعزفنا للقيام وإنما تقوله نشرب الخمر وتسمع بين العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا شف شف كيف أنه الطراخة ذي لكن شبنا هذا الطراخة هو الذي قتلها علي بن أبي طالب لا قتله عبد الله مسعود رضي رعا فجاء ووصل للمعركة وعلى أساس أنه خلاص شف 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 يطول يوصله ويدخله المعركة وكان مستبسر في القتال هو بجاهل ذلك لكن شافوا اثنين أولاد صغار ومعاذ ومعوذ اسمه بابناء عفراء يقول عبد رحم عوف يروي الموقف يقول كنت واقف في الصف في مبدر فإذا يعني ميني ويساري غلامي فقال أي أحدهم أي عمي يقول قل لي تعرفه أبا جهل يقول قلت نعم وما حاجتك إلي قال أخبرت الواد الصغير عمر 14 أو 15 أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادي ما الذي تفارق حتى يموت الأطول مننا أو زي يموت أطول مننا نفس يعني اللي يمكنك في الحياة حتى يموت أحدنا يقول فتا عجبت في ذا الثاني يدق نفس كلام قال عمي ثالث أبو جهل قلت نعم قال نفس الكلام يقول عرفت أن اثنين ناوينه فلما رأيت يقول أبا جهل يسير في الناس قلت ألا تريان قلت هذا صاحبكما هذا اللي تبون فأذر في يشكم يقول فابتدراه بسيف أيهما راحوا الاثنين ضربوا بالسيف سبحان ثنين كلهم ضربوا بالسيف ورجعوا لكنه ما كان ما مات بس خلاص فرما قال أخير فجلل عبد الله مسعود رضي الله عنه كان هو يسب عبد الله مسعود يقول يروعية الغنب ويطغى عليه في مكة فجعله مسعود ووضع الله عزكم الرجل على صدر أبو جهل شو 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 فالأنف اللي قال يا أخي خبل سبك أبو جهل قال وضع صدره كذا على صدر أبو جهل وقف قال قال له ما ترى الله فعل بك يعني عدو الله قال يعني لا ضير على رجل قتله قومه قتلتموني أنتم ولكن لما انتبه الرجول قال لقد ارتقيت مرتقن صعبا يروعية الغنب لست صامل شايف كيف أنت صامل بس له يا أخي وديه مشكيك فسبحاء الله بس تحفى بس خلاص تحفى حلح الحين أنت تحتضر وراقف هاق صدرك ورقبتك وتقول لي يا رعي الغنب لتقيتها ورقب صعب فيسبحاء الله فقتل عبدالله مسدر رضي الله عنه وراحوا الاثنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم قتلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم جلسي فايكما لما رأى ثار القتل على السيفين كلها قال كلاكما قتلها وقضى بسلبه الاثنين كلهم حتى النبي سلام لما قال له قتل قال أروني راح النبي سلام حتى نظر له أنه هذا فرعون الأمة فرعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو جهل خلاص منه حاجة عظيمة بطفلي بطفلي نطفال صعب وشف سبحان الله وآخر نقطة والله ما أعطوه عليك ناسا أعطنا شيء عن حضنني طيب آخر نقطة بس أبو جهل شف يا أبو نايف والله يا أبو نايف لو أحكي لك أبو جهل أنت عارف أن تدر منه أبو جهل ويستمع من مصايب حارب النبي سلام نرى تشيقول هو أبو جهل من بني مخزوم ونبي سلام من بني هاشم هم كلمة نفسي الشرف في قريش فلما جاءوا مرة سألوا قال والله إني لأعلم أنه رسول الله شف كيف لكن تناجزنا نحن وبنوا هاشم من الشرف حتى كنا كفرسير هام زي فرس في السباق أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأطعموا الحجيزة حطعمناهم فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنا لنك بثلي هذه هذه ما عندنا مثلها فعشان كده أنا أصدقه تساوينا لما يزادوا عندنا بالنبي ما أصدقه ولا أحب شي معه أبدا ما أخلي مزايدين عليه فاللي كان يمنعه كبر في الحق بس كان يمنعه كبر فعشان كده لما سبحان الله قتل مع ذلك لما أسلم ولده أسلم ولده يكرمه أبوك أكبر مصائب يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ما قال النبي عليه وسلم؟ قال لا تسبوا أبا جهل عشان ما يئذي مشاعر ولده لا تسبوا أبا جهل عشان ما تتأثر مشاعر يكرمه شو سبحان الله كيف يعني عكرم مرض وعنا أصدقه أسلم وعارف النبوه في النار وعرف أبوه يسبوا ومتصوية لكن النبي عليه وسلم يقول لا تسبوا لا تذك أن أبي جهل بسوء قدام ولده عشان ما يتأثر نفسه خالد بن وليد قصته في معركة مؤتة وعلي بن مطالب أسمتني أمي حيدرة يوم أنه يقدم طلع عمرك سنة الذي أسمتني أمي حيدرة كليث غاب كريه المنظرة حيدرة وش معنات حيدرة حيدرة من أسد أو كذا صغير الأسد حيدرة أنا شوف أقرب القصص خلع الباق يا أخي، سنبلعي يأخذ بحثت يأخذ بحثت ما رأيكم نفطر أن نكمل سؤال لا، دعني أخذ القصة خالد بن وليد هذه معركة مؤتة لا في فصيل قصة، لكن هناك موقف خالد منها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للمسلمين كانوا يحاربون الروم ونبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم لكن أمر عليهم زيد بن حارثة قال فإممات زيد فعبد الله بن رواحة فإممات عبد الله بن رواحة الراية تنقل مع من بأن الراية سقط الأ skip هي من الأ66 سقط للجيش يجب أن الحراء من تسقط لا حراء من تسقط الراية تبقى ثابتة ما حصل فقال Comme الحراء عنها، عدد لأزيد بن حارثة إممه تزيد فعبد الله بن رواحة فإممه عبد الله فجعف الأسنى كذا أثناء كلهم فجأت سبحان الله للمعركة كانت الراية فيه تزيد فقاتل زيده رعاً و استبسل في القتال حتى خطب وما سققت الراية؟ أحضر عبد الله بن رواحة وقاتل عبد الله بن رواحة رضي عنه واستبسل في القتال حتى قتل فأخذها جعفر نبي طالب رضي الله عنه الراية رأيس المسلمين نعم بيمينه وقاتل حتى قتعت المينه فأخذها بشماله فقاتل حتى قتعت شماله فأخذها بعض وديه حتى شد الراية كذا عشان مطيح الراية حتى قتل رضي الله عنه فلما قتل قال نبي سلام إن الله أبدله بيديه جناحين في الجنة بطير بهما حيث شاء فسمي جعفر الطيار هو ابن عبد النبي سلام جعفر نبي طالب أخير نبي طالب فأصلاً جعفر كان وقتها يمكن ما له سنة أو أقل من رجع من الحبشة يعني ما عاش مع نبي سلام أصلاً طويل توجه سنة بعد أن قتل في المعركة بعدين أخذها خالد الوليد فكان خالد المليد رضي الله عنه يقول بذلك اليوم انقطعت في يدي تسعة أسياف تسعة سيوف من قطعت في يدي السيوف تقطعت في يده فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية إذا ما تقول ما هي سيف أو ما يعرف الله ما يضبط شيئاً بس قال في صفيحة يمانية يتوقع أنها أنه ممكن زي الشفرة السيف بس بدون غمض السيف كامل بقي يقاتل فيها حتى سبحان الله سيطة لنهات القصة بس إنهم عضاق عليهم الحال سيطة لنهات القصة فكان أفرج من الله الروم الروم انسحبوا في النهاية الروم هم انسحبوا يعني عضاق بهم الحال فالروم انسحبوا ورجع المسلمين في النهاية أنه سيطة للمسلمين اي نعم هم اللي شوف المساعدة ها نهاية القصة المسلمين المسلمين اي نعم هم رجعوا أنا أنا انسيت نهاية القصة بضبط الشيئة كامل يا أخي يا أخي القصة الصحابة بس أنت لتشوف رضوان الله عليهم شوف جاب القصة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ثلاثة على الجيش كان يعرف أنه سيكون شذي بعدين شذي شذي شوف إيجال الوحي نبي السلام اي اي أخبرهم في المدينة قبل أن يأتي الجيش قلهم قتل فلان قتل فلان فأمروا عليكم يحمل الراية يحمل الراية هو لو الجيش شاف الراية طاحت بس الجيش كلا تخرقوا لأننا على طيب يوم ماتوا في يد سحب خادم وليد خادم وليد يأخذها ينجرب من يشوف الشخص مات يأخو الراية فرجع خادم وليد رجع بالجيش أنقذ الجيش رجع كان المعركة صعبة كان قوي خالد من دوليك خالد ما قطع لما كان هم في العراق وأرسل له عمر الخطاب لأنه يذهب بدد لجيش في الشام فلما وصل أرض والله استسمها اللي قطعها في يعني أرض تقول ما أحد يسير فيها و أحد يقطعها مهلكة ما فيها ما فيها أنا ما يضعب القصة لكن بشوفها وأرجع أقول لكم فقط ثانيا لكن لم أفهم أنه قطع الأرض هذه في وقت يعني وجيز أو في ليلة فقال حتى انطرق منها المثل اللي هو في الصباح يحمد القوم السرع لما وصل يعني كما تقولون أنهم بسطوا أنهم سروا في الليل أن الأرض جدا كانت خطيرة و كل من معاه شرع للم يقطعها من قطعها يعني الجيش بيهلك معاه كأنه غامر قطع هذه الأرض بجيش كامل فأنا أزيد بضب القصة لكني أشوفها و بإذن الله نتكون معنا بكرة عشان خارد الموليد لما توفى خارد الموليد مات على السرير سبحان الله قد سمعت الحكمة صح طريق السماوة السماوة أي السماوة طريق السماوة فخارد الموليد في أحد سنة سواء جميل أردكم من رأي دسمعتم مقطع مرة قال ليش خارد الموليد رغم كل جهاده ومعاركه وأنه سيد ميسيوف الله ليش توفي على السرير غير نريش قبل حتى اللي كان وقت وفاشه هو أصلا كان من يموت شهيد إيه أنت أشوف أنت هو يقول يقول أنا جسمي ما في قطعة في جسمي إلا واختراقها سيف سيف أثر جراح وغيرها من الغزوات سبحان الله ما تعالى السرير توقع ما في قطعة والله لا أعلم أنا سمعت مرة مقطع أنه شيخ أو أحد يقول سأل شيخ بالهند أو زي كده في ذلك المكان سأل شيخ بالهند فقال له خالد معنا أنه سيف الله فسيف الله لا يكسر أو لا ينقطع عشان كده يموت في معركة سيف الله ما يموت في معركة ما يكسر لا يقتل سيف الله مسلو عشان كده يموت على سرير هذه الحكمة لا الحكمة استنباط في المعنى أنه هذا هو لما تقول سيف الله ويموت سيف الله يكسر وينتهي الذي يسل على الكفار ومنافقين عشان كده كيف يموت في معركة بقية سيف الله صحابة عندما ترويها عند الطالك وعند الأطفال ومسخار يا أخي تشحنهم بالهمم صحيح ديننا دين العزة دين العز والفخر يا أخي سبحان الله وينتهي معزة أسأل الله أن نجمعنا وياك أمين الله أمين سبحان الله نطافة القصة عندما تجي في وقت خصير خفيف سبحان الله لا وخصت إذا رويت منك لا بعد قلبي لأن فطور يا شباب بسم الله تريد أن نفطر هنا أو أين نفطر لا ها 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 شوف الجو هنا